شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة هاير سمارت هوم كوبريشن الصينية وذلك لإنشاء مجمع صناعي بنظام المناطق الاستثمارية لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغدية لها على مساحة 200 ألف متر مربع بمدينة العشر من رمضان ويبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة نحو 130 مليون دولار وتنص مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية على تقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع بنظام المناطق الاستثمارية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفقا للجد والزمنية للتنفيذ